أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان نكتلب مع حضراتكم عن طرق النصب المختلفة اللي بنشوفها وبنسمع عنها وكمان يعني بنقول إنه في لحظة ممكن يتنصب عليك وتحويشة عمرك كلها تروح السبب ده في ده إنه بعض الناس يمكن ما بيفكروش كويس ما بيختروش الطريق السليم اللي ممكن يوظفوا فيه الأموال اللي معهم وده خلينا نسأل طب إيه هي أصلا وسائل الادخار الآمن زي ما بنقول اللي من خلاله أقدر حقق دخل ثابت بدون متعرض لأي مخاطر هي وسائل الاستثمار اللي أقدر من خلالها أحقق مكاسب زي ما بنقول كده مضمونة هنجاوب مع حضراتكم على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا اللي بنورنا في الاستوديو لأستاذ محمد نجمة الباحث الاقتصادي صباح الخير على حضرتك صباح النور يا فندي صباح النور يا أستاذ مصطفى ودائما اللي يشرف أننا نكون مع حضراتكم بنورنا يا فندي هي الأوعية الدخارية الأمينة بالنسبة للناس وإيه اللي يخليها تجذب الناس أكثر عن مسألة أنه أروح أحط فلوسي مع واحد باباش في الأول عارف أنه نصاب يعني أستثمر معاه لأنه بيكسبني بفوايد مثلا 50% و60% في الأول طيب هو في البداية أنا وجهة نظري يعني أنه عشان نعرف إيه هي الاختيارات اللي قدامنا كناس عادية يعني إيه اللي اختيارات اللي قدامنا نحط فيها فلوسنا محتاجين نفهم الأول هو ليه الناس بتعمل في نفسها كده أنه بناء على الإجابات دي هنقدر نحدد القنوات الاستثمارية أو الطرق الاستثمارية اللي ممكن هم يمشوا فيها فلما أنا بصيت للظاهرة دي وهي ظاهرة نفسية أكتر منها اقتصادية يعني صحيح أنت بتلاقي عدة احتمالات يعني واللي احتمالات اللي أنا هقولها دي مش بتنطبق على كل الناس اللي اتنصب عليها واللي وقع على الضحية للموضوع ده يعني أجزاء جزء بيتطبق عليه الاحتمال ده جزء بيتطبق عليه الاحتمال ده ففيه جزء مثلا شايف أنه التعامل مع البنوك حرام أصلا من بابه كده ده لي معالجة فده لي طريقة هنقوله بديل لها يبقى عمل إزاي عشان كده قلت السبب مهم لنفهمه أصلا هو بيعمل كده ليه تمام فيه واحد شايف أنه حرام ده أول واحد فيه واحد مش عايز أصلا يعني نكشف على الحكومة يعني مش عايز مدخراته وصروته تبقى معروفة عند الحكومة لأنه هو خايف من حاجات كتيرة خايف مثلا من الدرايب سعيد واجه بقى حري كله كده مثلا خايف من الدرايب أقلابه يعني أه تلاتة إن الفلوس دي أصلا مش شرعية أصلا هو ده مش هنعف نقوله حل حلول أصلا شعب ما عنديش حل ليه هو إن الفلوس أصلا دي مصدرها مش شرعية غير قانوني جيبة بقى من تجارة قصار تجارة سلاح تجارة مخدرات أي تجارة غير شرعية والحاجة ده ما يهمناش هو ده القانون هياخد مجرامع إحنا بنتكلم عن الناس الشباب والأسر المصرية ما أنا مكمل أهو أنا وصلت التالت تحتمال لهم بيكون عندهم مدخرات وفعلا عايزين يستثمروها لكن للأسف هم بيقعوا في فخ مسألة النصب لا هم مش بيقعوا هم بيروحوا بإرادتهم الحرة بس عايزة أكمل بضو في نسبة روح في نسبة وعا يعني أظن يعني مش عارف بس أنا أنا قابلت ناس كتير منهم يعني مش شايف إن في حد منهم ناقص الأهلية والعقل والرزانة والمخ اللي يخليه روح بإرادته الحرة اللي خيريه يروح وهو مش في إرادته الحرة إن هو يعمل ده إحنا برضو على مدار الحلقة كنا بنكلم على الطرق المبتكرة في النصب إحنا بعد ما بنعرف الطريقة آه بنقول إنها طريقة سهلة زي ما سألت مثلا البنوك وحساباتك الشخصية ومعلوماتك الشخصية اللي في البنك دلوقتي آه بقينا كلنا عارفين الحيلة دي لكن في الأول في ناس انخرعت بالفعل فيها مظبوط في بقى نوع من المس هو أصلا مش عايز يبزل مجهود فلو حضرتك مثلا قلتيل إن هو يروح يعمل مشروع صغير ولا أي ورشة ولا أي حاجة أو ياخد باله من الأرض بتاعته مثلا هو مش عايز يبزل مجهود وفيه بقى نوع خامس هو أصلا عايز هو جشع هو عايز ربح ضخم جدا هو مش مكفي أو مش مرضي بأرباح اللي موجودة في السوق اللي هي مثلا في البنك 18% في الدهب في أي سلعة معينة في السوق في التجارة نفسها هو مش راضي بدا فهو بيروح لأي حد بيقوله إن أنا هادي لك أرباح كبيرة جدا فهو جشع هو طماع فدي أنواع دي الأسباب الخامسة من وجهة نظري إذا متودي الناس للسكة دي طيب إحنا عرضنا هذه الحالة إحنا بقى جايبين حضرتك ما هي البدائل الأمنة؟ هل مشروعات صغيرة؟ هل حطها في البنك؟ هل أوظفها بشكل سليم؟ إزاي أنا أنوع كمان ودي مهمة جدا لأن في ناس بتبيع الجاموسة وبتبيع البيت وبتبيع ذهب ومها ها؟ علشان تحط فإزاي ما حطش البيت كله في سلعة ده؟ النصائح الآمنة يا أستاذ محمد بالزبط كده بقى هو ده بقى مراقن على هذه الأسباب أيوة إيه بقى؟ النصائح الآمنة أولا الناس دي عشان بس ما نبعدش عن عن التراك اللي احنا ماشيين فيه الناس دي أصلا دخلة في القصة دي عشان مش عايزين يبزيله مجهود أصلا مش عايزين يبزيله مجهود في الموضوع ففكرة إن هو يروح يعمل مشروع دي مش مطروحة أصلا هو عايز يحط فلوسه في حاجة ليس بها مجهود إن هو مكمل في حياته عادي مكمل في شغله في وظيفته مكمل في حياته العادية بيحط فلوسه على جنب مدخراته دي يحطها على جنب فحاجة بتجيب له عائد بدون ما هو يبزيل مجهود عقارات يعني؟ ما إحنا بقى هنقول اختيارات كتيرة ماس العقارات مش على يعني مش منطلقها على علتها يعني مش شكل إن عقارات دي قصة كبيرة بس بس هو الاختيار الأول الاختيار الأول والرقم واحد الآمن اللي هو zero risk هو البنوك الناس بقى اللي شايفة إن البنوك حرام أنا من وجهة نظري إن إحنا نتوقف عن مجادلتها إنه لا 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 فيش أمل فيش أمل من إن إحنا ندخل ضغبط في الحيطة كلم الأزهر رفيحة كتير وفرق مفيش أمل لا خلال الموضوع ده أنا بالنسباني ده أنا فقط الأمل فيه إن إحنا نعرف إن إحنا ندخل نتجدل مع الناس دي حتى لو جبت لهم الأزهر وضرر الإفتة هم مقتنعين بلي هم مقتنعين بيه ده بقى الحل بقى الحل إن البنوك الإسلامية تشتغل صحيح البنوك الإسلامية مش تشتغلش حكومي ولا خاص أجنبي ولا محلي ولا مصري ولا عربي ما بيشتغلش مش حادي بيشتغل وعشان أحد برضو يبتري عليه يقول أنت بتقول أجنبي وإسلامي لا ما هي بريطانيا أكبر سوق للسخوك الإسلامية فمنهاش علاقة هو بانك حتى ممكن يكون بانك بريطاني بيقدم منتجات إسلامية بنكية عادي يعني وليما تشتغل هم مش بيشتغلوا طب أقول لحضرتك حاجة الشهادة اللي تم طرحها اللي هي 18% اللي طرحت في البنك الأهلي ومصر ليه ما تمش طرح منتج إسلامي شبيه بيها عائد مرتفع برضو عائد قياسي بس ماهل ماهل البنوك الإسلامية ومعلوماتي وصحاحها لونا غلطان ما بتديكش فايدة ثابتة مزبوط بتديك فايدة متغيرة بناء على استثمرها في أكتر من مجال مزبوط مزبوط وده الفرق بينها وما بين ما هو فيه ما هو طالما الناس ما هو ناس هزيم تتطمن نزل في قديم للناس لازم هو خلاص هيوقي المسئولية على البنك الإسلامي ده أي بنك بدون منقول أسامي أو إعلانات يعني أي بنك بنوك كتير بسيزلال هو بيختار طريقة سليمة لتوظيف أموال بالزبط كده فالبنك هو أقمن لو حريبة بتسألي إيه بقى أقمن حاجة بفاش مجهود وفي نفس الوقت زيلو ريسك وفيش درائب بتتفرض على الفلوس دي وهتحقق لي عائد ونقعات في البيت بدون مجهود الحاجة الوحيدة اللي بتنطبك عليها دي في الأربع صفات دي البنوك طب أنا مش بحيب أتعامل مع البنوك عشان شايفها ربوية يبقى هنا أروح للبنوك الإسلامية يبقى هنا دور البنوك الإسلامية بحالة بتعايز تحمل المسئولية لحد دلوقتي إن هو مش متماشي مع السوق ومش عايش معنا أو مش شايف إيه اللي بيحصل مش شايف العرض والطلب اللي بيحصل والزواهر الجديد اللي بتظهر في المجتمع البنوك الإسلامية في نقطة مهمة قبلنا ننتقل ليها إنه مستحيل الدولة تضع يدها على فلوسك في البنوك مستحيل ده يحصل مش هيحصل أبداً هو مش تضع يدها هي تعرف ولا تعرف ولا تعرف ولا تعرف مستحيل مش هيحصل ده أمر اللي هو علاقة بالبنك المركزي قالها كتير كتير عشان دي طلعت بقى هنا بقى حضرك ممكن أحيلك المركز الإعلامي المجلس الوزراء وهنا نفى الشائعة دي مراراً في آخر أربع سنين اتكلم عليها والبنك المركزي يرد وقال كذا مرة إنه من المستحيل إن إحنا نطلع على حسابات حد أو نفتحها إلا لو فيه إذن قضائي إذن قضائي مسبب إذن قضائي مسبب فأنت لازم بيدي أنت كده بقى أنت عملت مصيبة يعني أم مش مصيبة يعني بس فيه قضية بقى كبيرة وفيه أوراق ضدك واتهامات يعني بقى لا تسكة في نظام المصرف بالزرط كده لكن لكن ده مش هيحصل أبداً يعني على أي ناس كده تتفتح حساباتك ويتعرف فدي مسألة الثقة بس هي تتبنى على عبر سنين برضو قال دي دي حاجة فيه بقى ثالث حاجة لو حالد بقى برضو بتحمل المسؤولات عايز تعرف فين قص المشكلة برضو إحنا قلنا البنوك الإسلامية مش بتقوم بدورها طيب إمين تامي مش بيقوم بدوره من وجهة نظر يعني الاقتصاديين في مصر المقتصاديين الزي والمؤسسات الاقتصاديين إحنا مش بنقوم بدورها بمعنى إيه؟ إنه الناس فين دقة جزء من الناس مش كلهم من اللي بتنصب عليهم ليس لديهم المعلومة أصلاً هم 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 مش عارفين إنه هو عنده اختيار آخر غير إنه هو يروح للنصاب الكذاب ده ولا الحرامي ده هو مكانش عارف هم ناس غلابة وناس مش مطلعة على التكنولوجيا والإنترنت كلام الاقتصادي بالنسبة لهم كلام مع.. بالضبط هو مش عارف إيه استثماره واصلاً يعني بالنسبة له الكلام ده ما هو هيدي فلوس لوحد يشغلهم بالضبط هو كده بالحب كده أنا واحد قال لي صاحة صحبي وقريبي قال لي إن ده كويس وبيشتغل فشعارف في الموايشي وبيع خلاص بتمشي كده بالحب كده وبالعائلات وبالصحاب وبالمعارف وبالووردوف ماوس ماركتنج فهو إحنا أولاً لازم نعف نتكلم معاهم إزاي طبعاً أنا لا أصبح نتكلم معاهم لازم حدي شباههم نتكلم معاهم عشان يعرف يفهم دماغهم يفهم البيئة يفهم البيئة هنا بقى طب فيه سؤال هنا مهم هل مصر مفهاش مؤسسات اقتصادية وسندي استثمارية بتشتغل في مسألة تشغيل الأموال بشكل شرعي لا فيه فيه عندنا أكثر من 40 صندوق استثمار في مصر بس محدش شاف عنهم حاجة تسويق يعني رسول الناس هوا فيه مشكلة تسويق وفيه مشكلة تانية برضو برضو ذول الناس صحابي برضو بيشتغل في السنة دي دي وأنا أعرفهم اللي هو يعني هوا ما عندوش أصلاً رغبة في أن هو يتعامل مع هذه الفئة من الناس أصلاً يعني هما بيتعاملوا مع عائلات بيتعاملوا مع عائلات لديها مدخرات كبيرة لكن هينزل بقى المستوى بقى حد بقى ايه يروح للسعيد وبيو السي ومع مليون جنيه ولا نصف مليون جنيه بقى لا يا عم أنا خليني معلمات من أول عشرة مليون وطالع وجوه قاهرة واسكندريا حتى هو أفرعهم السنة دي السمار دي مش موجود في السعيد يعني فيه تباعد ما بين الناحيتين اسألني ايه الشركة اللي في المورسة يعني فيه تباعد من هنا طبعاً بالزرط ان انا مش عايز اشتغل مع السيو اللي ده مش عايز وده مش عايز وده مش عايز والفاجوة دي بتدي الفرصة للنصابين انهم يدخلوا هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده المنطقة المساحة الفرغة اللي هو استغلها ودخل منها فده ده دورنا احنا كاقتصاديين دور كمؤسسات اقتصادية انه هو احنا نمش بنوصل للناس دي و وليه الناس دي مش عارفة عننا ودور الاعلام برضو دور الاعلام مهم جداً طبعا انا حديك مثال الخليجة عمل ايه مثلاً في قصة ان البنوك رباوية ومش عارف ايه وانا عارف ان نظام المصرفي اقل خليجي بشكل عام عنده قدرة كبيرة جداً على العمل طبعا ومجتمع شبيه لنا جداً في عاداتنا وتقاليدنا وفي ديانتنا وفي كله يعني انا عندي تجربة هنا هي نجحت ليه احنا التجربة هنا مش في مصر نجحة ما خلينا يا جماعة نعالج المشكلة لان هي لو فضلت سايبها كده ده احنا اللي عملنا يعني الشيخ الشعراوي ها هو اصلاً هو اللي اسس اول بنك اسلامي في منطقة العربية اصلاً في الامارات يعني احنا نشارك شركاء في تأسيس هذا النظام المصرفي الاسلامي اصلاً يعني ورغم ان انا مختلف مع النظام ده كله او مقواعده ولكن انا بقولك انه مش وقت نتجدل مع الناس خلاص ده واقع ولازم نتعامل معي ليه احنا مش بنعمل ده ما عرفش ما عرفش انا كمان فطب دور الاعلام مهم هنا دور الاعلام مهم انه حضرتك تتوضح للناس انه هناك خيارات استثمارية امامه اخرى كثيرة جداً احنا اتكلمنا عن الفلوس لو تحطت في البنك في ناس تانية بتحط فلوسها في البيت في ناس تانية بتحط فلوسها في دهب في ناس تانية بتحط فلوسها في عقارات صحيح مردود ده على الناس ومردوده كمان في مسألة التضخم دلوقتي اللي احنا يعني بنعيش وكل واحد هيكون مكسابه ايه هقولك حاجة هو الرد على المسائل دي بيمرتبط بفترة زمنية معينة يعني ما ننفعش نقول احنا نتكلم على وضعنا دلوقتي نهارده 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 23 يونيو 2022 لا ينصح احد ان هو يشتري دهب مثلا خالص مش وقت مناسب ممكن كمان شهر اقول كلام مختلف يعني نصائح الاستثماليات المختلفة خالص بتتغير بالزمن وتتغير الوقت فمسألة الدهب هو على الاجل الطويل المدى الطويل تلت سنين خمس سنين اه هو امن امن جداً لكن بتواجه مشكلة في التسييل لو انت محتاج الفلوس النهارده بتواجه مشكلة ممكن تبيعه باخسارة اصلاً يعني في ناس اللي اشتريت في شهر ثلاثة الناس دي اتورطت في 300 جنيه زيادة سعره واهمي سعر كان فقاعة حصلت يعني بسبب مشكلة الدولار وكده فحاس حاطر التقييمات غلط سعر الزهب تلع العيار لـ 1200 جنيه وهو اصلاً سعره الحقيقي كان 900 طبعاً ما هو ده طبيعي انا فاك انها في شهر 4 طلعت انا وغيري يعني موضوع كان بسيط يعني وسهل لحد يتوقعه ده سعر وهمي فقاع بابل لازم السعر ينزل ده سعر مش طبيعي ولا في 190 دولة حولها العالم السعر 900 جنيه بالدولار يعني بما يوازي بالدولار وفي مصر ألف ومتين فده مش طبيعي بالكلف الجرام بالزبط فوقتها هنا كنت بقول اه بالزبط فوقتها هنا كنت بقول انه ده مش وقت مناسب طبعاً العقارات البورصة فيها فرصة كبيرة مثلاً شركة غزل المحلة تطرح اسهمها النهاردة نهاردة غزل المحلة تطلع اسهمها في فرص كتيرة في البورصة بس برضو هازأل السؤال تاني هو في كم شركة شركة سمسارد أوراق مالية متوفرة في البورصة هي نفس الفجوة بنلعب فيها يعني هي نفس برضو هتلاقي شركة أو شركتين تقريباً كله متركز فين القاهرة اسكندرية القاهرة الجيزة اسكندرية قاهرة الجيزة اسكندرية ممكن من كم شركة من ستين 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 إلى تمانين شركة اسمها بورصة النيل وقاله وحنشتغل على الشركات الصغيرة وحننزل المحافظات الكلام ده ما حصلت بردامج التروحات الحكومية بيتأجل بقاله فترة يدخلنا على خمس سنين البردامج ده كان هنشط البورصة جداً عندنا أمل أنه فترة جاية لما يتم تروحوا بقى على آخر السنة يعني الكلام أنه هو على آخر السنة وفيه شركات قوات مسلحة كمان دي هتنشط جداً البورصة أنا أول واحد هشتري فيه الشركات دي شركات نجحة جداً مضمونة مضمونة نجحة جداً ومستقرة بالضبط قوائمها المالية متينة وقوية جداً جداً فده سهم قوي بس فيه ريسك هنا وحيطرح بشكل صغير وحيطلح بالضبط بس هنا البورصة فيها ريسك فيها نسبة احتمالات من خسارة أموالك غير البنك البنك كان زيرو ريسك فإحنا بنتدرج بدرجة المخطرة البنك هو رقم واحد فسنة دي الاستثمار اللي ما كانش يعرف قبل كده بقى إن في حاجة اسمها سنة دي استثمار إنت تقدر النهاردة لو معك مثلاً هنفترض مليون جنيه 500 ألف جنيه ممكن تروح لسندوق استثمار تقوله لو سمحت تفضل فلوسي عايزك تعمل لي محفظة محفظة متنوعة هتعطيلي جزء بالضبط تعطيلي جزء في السندات الخزانة مثلاً تعطيلي جزء في الأسهم تعطيلي جزء في ودايع وانت او ما عندكش خبرة هم بيكون عندهم حد يديك الخبرة دي ويقولك ممكن تستثمر فيه أكيد هو ده تبتقعد مع خبير استثماري أو خبير اقتصادي وده زيره ريزك؟ لا ده طبعاً في جزء طبعاً انت لنتحدد بقى هنا العميل هو اللي بيحدد هو عايزه لأنه كلما زادت المخاطر كلما زادت فرص الأرباح كلما انخفضت المخاطر كلما انخفضت الأرباح في هنا معادلة وبالنس بيحصل فأنت عايزه مثلاً 20% من محفظتك تبقى كلها فيها مخاطر كبيرة عالية زي الأسهم و80% مضمونة زي سندات الخزانة مفيهاش أي ريزك انت بتبعيه زي؟ انت اللي بتقولهم ولا 100% مفيهش ريزك؟ فأنت بتقولهم أو 50-50 وبناءاً عليه البنوك الإسلامية لازم تقوم بدورها الاعلان لازم يوعي الناس الاقتصاديين وانا بقى لقوم نفسي مؤسسات الاقتصادية في الدولة لازم توصل للناس وكل واحد يتكلم بالطريقة اللي شايفها مع الناس لازم يتم تنظيم الجهد ده كله عشان نوصل للناس دي الفلوس دي حرام انها تضيعها للاقتصاد نقدر ان احنا ندخلها لو دخلت في البنوك هتمو المشروعات لو دخلت في البورصة هتنشط شركات كتيرة لو دخلت السنديل السسمار هتزود الناتج المحلي وهتخلق فرص عمل فلوس دي حرام موضال اقتصاد غير رسمي اللي حنا طول الوقت نتكلم عنه بالزبط كده رشية تسريعة للوضع وحلوله واسمح لي ان انا اقتبس الجملة اللي لقيتها هدير الفجوة هي فعلا فجوة فجوة ما بين المؤسسات المصرفية ونظام المصرفي اللي مش قادر يتواصل ويسوق نفسه كويس للمواطنين وفجوة بين المواطنين اللي مش عايزين حسابتهم تتكشف للدولة او مش عايزين يحط فلوسهم في البنوك عشان حرام او مش عايزين يخطروا ويقولوا ان انا معايا فلوس من مصادر غير مشروعة كل دي نمازج على اليمين كل دي نمازج على الياسار او احيانا كثير بيكون في ناقص المعلومة وناقص الوعي علشان بردو نكون صح منصفين يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا انا استاذ محمد نجمة الباحث الاقتصادي شكرا جزيلا على وجودك معنا نورتنا وانهاردة الحلقة ربما كانت مخصصة على موضوع المستريحين او النصبين الجدد اللي ظهروا في الاوانة الاخيرة نتمنى ان احنا نكون عرضنا كل الزوايا سواء نفسية سواء دينية سواء مجتمعية سواء اقتصادية بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير مصر نشوفكم بكرا ان شاء الله في نفس المعنى صباح الفلاء لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة